السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب تعالوا نتكلم عن كلود من شركة انثروبيك هذا النموذج العملاك تم تحديثه مبارح واصدره او اعلنه عن اصدار كلود ثري وطلعوه بتلت نماذج دي اللي احنا نتفرج عليها مع بعض ونشوف ايه الجديد في هذا الفيديو عندنا كلود ثري اهو تلت نماذج اوبوس ده اللي باشتراك 20 دولار وده لكن يعني غير متاح لنا غير متاح للبلاد العربية لاني لازم تكون في بلاد محددة فده مش متاح حتى لو انت مثلا في مصر ومفاعله برقم امريكي جيت تشترك فيه مش هينفع النموذج التاني هو ده المتاح لكل الناس ببلاشي سمو سونت اما التالت اللي هو هايكو ده مش متاح ده يمكن بقى للمبرمجين يمكن بالأبي اي حاجات كده يعني فده مش متاح خد بالك من اللون الاخضر الاخضر معناه انه هو متفوق هتلاحظ هنا ان المتفوق يا اما هنا كلود ثري هنا في بعض النقاط المعينة تقدر تروح على الشمال هنا سونت وهنا النموذج التالت ده اللي بقول لكم اللي هو هايكو او هنا نماذج من جيميناي وان بوينت او اللي هو الالترا اللي هو بالاشتراك شهري بعشرين دراف الشهر من شركة جوجل الغريب انه ولا حاجة لجي بي تي فور حاجة عجيبة طبعا لازم ما بتهزرش يعني ما فاش تقول لي ممكن هم اللي كاتبين الكلام ده وخلاص لا طبعا ما ادروش انا هنا على قناتي على التليجرام حطيت لكم يعني اشياء ولا اجمل ولا ارواح دي انا عملكم دراسة للموضوع كل الفيديوهات وكل ما قيل حتى في حاجات بالعربية هون كلها موجودة في انتو لو مهتمين تعالوا اشتركوا في قناتنا وروحوا لهذا البوست اللي حطيته امبارح ودي كانت الصورة الرئيسية هي دي اللي جاب لك بقى كلود ثريب بالتلات اشكال بكل الديتيلز وكل التفاصيل والغلبة والفاوز كان لأوبوس اللي هو باشتراك شهري لكن للأسف جي بي تي فور وجيميناي ألترا ولا ليهم اي وجود يعني امام كلود ثري يقدر يعمل ايه كلود ثري انا كواحد مستخدم عادي اقدر استخدم النسخة المجانية يقدر يعمل له حاجات كتير منها اللي هو فهمها الصور انت ممكن تديله صورة لأكلة زي الأكلة اللي قدامنا دي وتقول له طب اديني بقى الريسيبي ذاته بتاع الطبقة ده هيجي بقى لك بالتفصيل تديله صورة زي اللي انتو شايفينها هنا دي الاكويجن ده المعقد مسألة حسابية وهو يحلها لك او تديله صورة لأوبجيكت ما وهو يشرح لك ايه ده فلو جيت مثلا على هذه الصورة وقول له يلا اديني الريسيبي لهذه الأكلة اهي وقول له يلا اكترح ليا بقى الريسيبي لهذا الطبق هيبدأ يكتب لك الوصف اهو شايفينها التفاصيل كل حاجة المعادير اللي هي الانجريدينس وكل شيء وبعد كده تعمل الطبق ده ازاي ارجع تاني للصفحة الرئيسية اقول له طيب اكترح علي وصف لهذا المنتج طبعا دي حاجة هو بيكترح عليك كبداية انت بقى تقدر تجيب اي منتج وتعمل نفس الشيء معاه ايه بقى المنتج ده هو هيدي لك دلوقتي وصف لهذا المنتج هو هنا بيقول لك انا باقترح عليك هو ستجيست ثري بوسيبل وانلاين ديسكريبشن فور ديس برودك طب هالك اهيه هذا هو الوصف طبعا تقدر تعمل كل ده بالعربي ما فيش اي مشكلة لانه هو متمكن جدا من اللغة العربية وانا دايما كنت بنصح به في موضوع الترجمة حقيقة يعني طبعا بيقبل الملفات على فك انت تترجم ملف طبعا تيجي هنا على الدايرة دي كده او نص دايرة يغير لك الاشكال دي زي او ما انت شايف هنا يغيرها لك هنا بقى الاكويجين ده عايزوا يحلوا اضغط هنا بقولوا افهم لي بقى هذا الاكويجين المعقدة وهذه المسألة المعقدة او المعادلة الغريبة اللي هي شايفين الشكل ده هيبدأ يفسره لك كل هذي الأشياء ما كانتش موجودة من قبل مع كلود اللي هو اللي قبل ده على طول هو 2 او 2.1 دلوقتي الدنيا اختلفت مع كلود 3 والنماذج الثلاثة اللي اعلنوا عنها امبالح ده مجاني ولكن زي ما قلتلكم مش متاح في كل البلاد العربية لو تقدر تفعل الاكاونت بتاعك برقم امريكي لو لك حد يقدر يعمل لك الموضوع ده او في اوروبا ممكن طبعا لي لا ده اللي نحب سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد اللي لأنت استغفرك واتوب لي ترجمة نانسي قنقر